في ليلة اعتبرت واحدة من الليالي المأساوية الكبرى التي شهدها العالم على مر التاريخ تحديدا في الرابع عشر من ابريل عام 1912 كانت هناك سفينة تدعى كاليفورنيان في طريقها من لندن الى بوستن وفجأة وجدت نفسها في الجزء الجليدي الموجود في المحيط الاطلسي لكن تلك السفينة لم تسرع من خطواتها بل ابطأت تماما ارسلت باللاسلك اشارة الى سفينة تايتانيك الشهيرة التي كانت تعلم انها قريبة من نفس المنطقة لكن عامل اللاسلك في سفينة تايتانيك لم يهتم بتلك الرسالة والتي كان فحواها ان سفينة كاليفورنيان محاطة بمنطقة جليدية لقد كان عامل اللاسلك مشغولا للغاية فقد كانت سفينة الاثرياء تضج بالاحتفالات وكل ثرين كان يطلب ارسال بعض الرسائل الى اقاربه او اهله قامت سفينة كاليفورنيان بحركة ذكية توقفت عن السير في الجليد خوفا على السفينة لكن قبطان سفينة تايتانيك الشهيرة ادوارد سميث ارتطم بجبال الجليد ولم يهتم وكان مسرعا للغاية ولو كان ابطأ فقط لمدة ثلاثين ثانية ما كانت حدثت تلك المأساة وهذا يعتبر واحدا من العوامل الرئيسية التي تسببت في مأساة سفينة تايتانيك قرر عامل اللاسلكي في سفينة كاليفورنيان ان يذهب للنوم عندما لم يطلق ردا من سفينة تايتانيك فبكل حال توقفت سفينته تلك الليلة عن الحركة لكن على الجانب الاخر بدأت سفينة تايتانيك تتجه لمصيرها المجهول وبالطبع لم يستمع احد الى رسائلهم اللاسلكية حتى ان الضباط سفينة كاليفورنيان لم يهتموا بالاشارات الضوئية التي ارسلت من قبل سفينة تايتانيك وقت الازمة وسقطت سفينة تايتانيك بسرعة رهيبة الى قاع المحيط ومعها 1500 شخص من شخصيات بارزة في لندن والولايات المتحدة الامريكية عدا عدد قليل تم انقاذهم ومن ضمن ما كان مطروحا من تساؤلات هل كان حقا من الممكن انقاذ سفينة تايتانيك من الهلاك لو انها انتبهت فقط لتلك الرسالة التي ارسلت لها وتوقفت عن السير في الجليد ليكتشف الباحثون مفاجأة جديدة وهي ان هناك سفينة اخرى ارسلت تحذيرات الى سفينة تايتانيك من وجود كتلة جليدية كبيرة في الجزء الشمالي للمحيط الاطلاصي وخطورة الابحار ليلا وضعف الكتلة البصرية فهل كان من الممكن ان تنجو سفينة تايتانيك لو كانت قد انتبهت لتلك التحذيرات واحد من الاسباب ايضا التي كان من الممكن ان تنقذ سفينة تايتانيك انه لم يستطع اي ضابط من الضباط رؤية الكتلة الجليدية التي كانت امامهم وذلك بسبب عدم وجود منظار فكيف لسفينة كبرى مثل تايتانيك ان لا يوجد بها منظار ليلي يستطيع المراقبون من خلاله مراقبة كل ما يحدث ليلا حولهم وكان السبب وراء ذلك في تغيير ضابط المناوبة الليلية قبل اقلاع السفينة بسبب خلاف مع الادارة ونسى ان يسلم مفتاح الخزنة والتي بها المناظر الليلية للضابط الجديد ولم ينتبه الضابط لذلك ولم تنتبه الادارة ايضا لتنطلق تايتانيك في طريقها الى نيويورك بكل هذه الفخامة بدون اهم شيء كان من الممكن ان يساعد المراقبين الليليين وبالطبع فوجئت السفينة بظهور الجبل الجليدي امامها فجأة في منتصف الليل لتحدث المأساة الكبرى التي لم ينسها العالم